صور جثث الحجاج على قارعة الطرقات في مكة صدمت الملايين حول العالم العربي وما زالت تستحوذ على اهتمام رواد مواقع التواصل وبينما يتساءل كثيرون حول أسباب الوفاة ويتبادلون الاتهامات والمسؤولية ألقت السلطات السعودية والتقارير اللومة على الإجهاد الحراري وموجة الحر غير المعهودة التي توفي بسببها أكثر من 500 حاج مشاحة المعيصم في مكة قدمت المزيد من المعلومات حول الحجاج المتوفين وبحسب ما نقلته التقارير بلغ عدد الحجاج المتوفين حتى الآن 577 مع وجود أعداد أخرى من المفقودين ومن دول متعددة بحسب دبلوماسيين تحدثا لوكالة الأنباء الفرنسية أكبر عدد من الحجاج المتوفين هم من مصر حيث بلغ عددهم 323 وفاة معظمهم لأسباب مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة بحسب ما أفد به دبلوماسيان لوكالة الصحافة الفرنسية أما الدولة الأخرى التي وقع من حجاجها عدد كبير فهي إندونيسيا مع تسجيل 144 حالة وفاة مشاهدين الدبلوماسيان أكدوا أن 60 حاج أردنيا على الأقل توف أيضا وهذا العدد أكبر من العدد الرسمي الذي أعلنه الأردن سابقا والذي بلغ 41 وفاة أيضا هناك وفيات بين حجاج تونس حيث بلغ عدد الوفيات من تونس 35 حالة وفاة السلطات السعودية حذرت من ارتفاع درجات الحرارة في مكة مع اختتام الحجاج المناسك ووزارة الصحة السعودية كانت قد حذرت عبر قناة الإخبارية من أن المشاعر ستسجل يوم الاثنين أعلى درجات الحرارة التي قد تصل لتسع وأربعين درجة مئوية وأوسط الحجاج بعدم التعرض للشمس في حين كان حجاج يطوفون حول الكعبة وآخرون يرمون الجمرات في ميناء الوزارة أيضا حذرت الحجاج من التعرض لأشعة الشمس بين الساعة الحادية عشرة صباحا والرابعة عصرا ونصحتهم بتجنب الإجهاد الحراري عبر حمل المظلة والإكثار من شرب الماء ولكن السلطات السعودية أيضا أشارت إلى أن الحج بلا تصريح هو سبب في وقوع هذا العدد من الوفيات طبعا في كل عام مشاهدين يحاول الآلاف من الناس أداء فرضة الحج منهم بلا تأشير خاصة للحج لتقليل التكلفة وبحسب السلطات السعودية هذا يجعل أداء المناسك مرهقا وخطرا لأن أولئك الحجاج لن يستطيعوا دخول المرافق أو الأماكن المكيفة التي توفرها السعودية في وقت سابق من هذا الشهر قال مسؤولون سعوديون أنهم قاموا بإجلاء مئات الآلاف من الأشخاص غير المسجلين من مكة قبل أداء الحج وفي بي بي سي حاولنا التواصل مع وزارة الصحة السعودية ووزارة الحج والعمرة لاستضاح ظروف وفاة أولئك الحجاج لكن لم نحصل على رد حتى اللحظة السلطات السعودية أيضا مشاهدين أفادت بعلاج أكثر من ألفي حاج يعانون من الإجهاد الحراري فما هو الإجهاد الحراري؟ يحدث الإجهاد الحراري عندما ترتفع حرارة الجسم بصورة بالغة بسبب التقص الحار حيث يشعر المصاب بالتعب والضعف والدوار والصدع أو بزيادة وسرعة في ضربات القلب وقد يحدث معه جفاف ونقص في كمية البولة على مواقع التواصل الاجتماعي طبعا ما تزال التعليقات تتوالى حول وفاة الحجاج في هذا العام صفوة صبري يقول الحكاية ابتدت من السنة اللي فاتت لما السعودية بدأت تزود تأشيرات الزيارة وبدأت تسهل السفر لأجل خاطر عيون موسم الرياض لما مكاتب السفريات أخذتها سبوبة ملايين تسافر من غير تنظيم ولا إدارة ولا الدولة اللي هم رايحينها عارفة بوجودهم أما بني حسن يقول هو الموت حق لكن يجب الأخذ بالأسباب حجب لا تصريح يعني فوضى وتخلف وشريعة غاب حجب لا تصريح تدافع وازدحام حجب لا تصريح انتشار للأمراض وتفشي الأوبئة حجب لا تصريح وفيات وتدافع وإصابات حجب لا تصريح مخاطر أمنية تدوينة أخيرة من حساب نسل الذئاب يقول أو تقول نصيحة لوجه الله تعالى لأي حد هيفكر حج السنة الجاية ببلاش بلاش ترمي أمك وأبوك في قلب مكة بتأشير الزيارة ويتمر مطويت بهدل ويموتوا في الشارع كمية وفيات وكمية ناس تايها تقطع القلب والله محدش أبدا أبدا يروح في البهدلة دي الحج لمن استطاع إليه سبيلة لو مش رايح بشكل منظم وآمن يبقى من روح ومحدش يرمي أهله الكبار في السن بالمنظر دا طبعا مشاهدين يعمل الجسم البشري جاهدا للحفاظ على درجة حرارة أساسية وبنحو 37 درجة مئوية ولكن مع ارتفاع حرارة الطقس يتعين على الجسد أن يعمل بجهد أكبر من أجل إبقاء درجة حرارته الأساسية منخفضة هناك إرشادات مهمة للغاية لتجنب أضرار درجات الحرارة المرتفعة نجيزها في العرض التالي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة